السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم الجدار الناري أو الفايرهول هو واحد من المكونات اللي لا غنى لأي نظام تشغيل بيتصل بالإنترنت واللي لازم أنه يكون متوافر عليه سواء كان نظامك ويندوز، ماك أو اس، لينوكس فأنت طالما أنه في عندك إدراء أنك توصل للإنترنت فلازم أنه يكون في عندك جدار ناري بحالة ويندوز وماك فالجدار الناري مبني من ضمن النظام بعالم لينوكس باعتبار أنه كثير ناس بتتوقع أو بتقول أنه هذا النظام هو آمن أكثر من الأنظمة التانية فما بتعطي جدار الناري أي أهمية مع أنه الجدار الناري الموجود على لينوكس يعني في عندي أكثر من برنامج ممكن أني استخدمه كبرناء كجدار ناري كثير توزيعات بتجي نازلة مع الجدار الناري بس ما بيكون مفاعل بشكل أوتوماتيك وأنت لازم أنك تعمل التفعيل بشكل إدوي بالأساس شو هو جدار الناري؟ الجدار الناري هو عبارة عن برنامج بيجي معه مجموعة من القواعد والرولز اللي بتقوم بعملية تحليل وأناليز لكافة الاتصالات اللي عمالها تتم من وإلى نظام التشغيل اللي عندك وفي حالك تشف أي حركة أو تحرك مشبوه فبشكل أوتوماتيكي بيعمل عملية بلوك للكونيكشن أو للاتصال لحتى يظل نظامك شغال بشكل آمن وما يصير فيه أي اختراق للنظام هلأ أشهر برنامجين اللي ممكن أنك تستخدمهم كجدار ناري على لينوكس هنن الـ UFW والفايروول D بحالة Arch, Debian, Ubuntu والتوزيعات المشتقة عليها فاستخدام UFW رح يكون هو الخيار المفضل لأنه هو بالأساس أسهل من الفايروول D بحالة Fedora والتوزيعات المشتقة من الـ Red Hat فالفايروول D هو الخيار الأفضل لأنه بالأساس هو من تطوير شركة Red Hat خلينا نشوف بفيديو اليوم كيف رح نثبت الـ UFW وكيف رح نستخدمه من الترمينال ومن الواجهة الرسومية رح يكون في عندي طريقتين لكيفية استخدامه بالواجهة الرسومية من الترمينال ما في عندي غير طريقة واحدة هلأ ليش عمالي أقول طريقتين؟ لأنه أنا بالأساس اليوم منزل KDE Plasma طبعا أنا منزلها على لابتو بالفعلي مالي عامله بأي ماكينة افتراضية وضمن KDE Plasma في عندي إمكانية أني استخدم الفايروول من الإعدادات مباشرة بس رح أعرض الطريقة التانية اللي الواجهة الرسومية التانية والترمينال للناس اللي في عندها بيستطح مكتب مختلفة أو اللي عندها ويندو مانيجر وما في عنده KDE Plasma خلينا أول شي نجي لعملية التثبيت فهي رح تكون Sudo Pacman-S رح أقله UFW اللي هو الفايروول بحد ذاته والواجهة الرسومية رح تكون GUFW طبعا أنا منزل البرنامجين فما رح أرجع نزل هون بعد ما نزلت UFW لازم أني فعل السيرفيس بالاعتماد على SystemD أو SystemCTL ولازم أني فعل الجدار الناري بحد ذاته هدول الخطوطين بالبداية رح أعملهم بالترمينال بعدين منروح للواجهة الرسومية أو للواجهتين الرسوميات وبعدين منرجع للترمينال لنشوف كيف ممكن أني استخدموه من الترمينال فأول شي خليني فعل الخدمة فرح أقله Sudo SystemCTL EnableUFW.Service وبعدين رح أقله Sudo SystemCTL StartUFW هلا إذا قلتله Sudo SystemCTL StatusUFW رح أرى أنه Active بس لسه في عندي خطوة تانية اللي هي SudoUFW Enable هلا بهاي الحالة صار عندي الجدار الناري شغال ومفعل خليني شوف كيف ممكن أني استخدم الواجهة الرسومية الأولى اللي نزلناها اللي كانت GUFW فلو أجيك للمنيو قلت له GUFW فأنا شايف أنه اسمها Firewall Configuration أكيد رح يطلب مني ال Password مثل ما أنا شايف أنه هو عبارة عن واجهة بسيطة تسمح لي أني ضيف برامج أحزف برامج أنا ما رح أكتب أي رول جديدة بس في عندي رولز جاهزة رح أستخدمها فأنا شايف أنه بالواجهة الأساسية في عندي إما أني اختار Profile معين من الموجودين ممكن أني استورد بروفايلات وبعدين في عندي الستاتوس لشوف أنه مفعل هلأ بالوقت الحالي مفعل وفي عندي اتصالات الدخول والخروج بشكل افتراضي جاي عندي Deny ولاو للIncoming والOutcoming هلأ لو أجيت لقسم الرولز وأنا رح أضيف قاعدة جديدة لأقول على سبيل المثال أنه هذا اللابتوب اللي عندي أنا بستخدم السامبا بشكل كبير لحتى أنقل بيانات بين هذا الكمبيوتر والكمبيوتر الثاني فعلى طول عمالي استخدم السامبا فلو أجيت لأسفل الشاشة ورحت للزر الإضافة وأجيت بزر البحث بخانة البحث دورت على السامبا فرح شوف أنه الابليكيشن لقالي السامبا مباشرة طيب أنا هاي السامبا شو بدي أعمل فيها بدي أسمح لها أنه يكون في عندي الدخول والخروج الخيارات الثانية الموجودة عندي في عندي الديناي في عندي الريجيكت وفي عندي الليمت هلأ بحالة السامبا أنا بدي أسمح له فرح قل له allow بالنسبة لل direction بدي أها in out ولا both أنا رح قل له بدي بالاتجاهين وبالنسبة لل categories ولل subs category ما رح غيرها رح خليها أنه يكون بكافة الحالات وبعد ما ضفت هدول الخيارات رح قل له add هلأ المنافذ اللي ممكن أنه السامبا يحتاجها انضافت وانضاف عندي إذا شايف في من كل منفذ في عندي two entries في عندي مكرر ليش لأنه في عندي واحد منهم عماله يكون لل ipv4 والتاني عماله يكون لل ipv6 كل واحد مكتوب عليه v6 اللي هو ipv6 هلأ أنا بحالتي ما بستخدم ipv6 بس هو ufw بيضف لي هاي الرول للواجهتين لل4 ولل6 بهاي الحالة ضفت ايا ضفت السامبا على أنه يسمح لي اياها everywhere طيب بحالة ssh مثلا على سبيل المثال بحالة ssh يفضل أني اعملها أنه تكون بحالة أنه مثلا إذا واحد عماله يحاول يخترق كومبيوتري باستخدام ssh جرب محاولة اتنين ثلاثة مع كلمات السر عشوائية فأنا لحتى مثلا نقول أنه بعد محاولتين أو ثلاثة امنع المخترق أنه يوصل لجهازي فبيعمل له عملية limit للssh فلو اجيت مرة تانية لإضافة قاعدة جديدة وهالمرة رح دور على ssh كمان شايف أنه الapplication لآلية وبيجي للpolicy وبدال الallow رح اعملها limit وبنفس الطريقة رح قل له add هلا بهاي الطريقة شايف أنه بحالة ssh صار في عمدي عملية تحديد لعدد المحاولات اللي ممكن أنه يوصل لها هلا بالنسبة للssh لازم أنه نحكي عنه بشكل موسع أكتر لأنه من غير المستحب أني استخدم الport الافتراضي اللي هو 22 هاد بالنسبة إذا كنت بدي استخدم الواجهة الرسومية الGUFW طيب حكيت أنه أنا في عندي بلازمة فإذا جيت من البلازمة للإعدادات رح نجي للsettings ومن الsettings في عندي قسم للfirewall بيجي من الfirewall كمان رح أعطي كلمة السر ورح شوف أنه نفس الإعدادات اللي عملتها بالGUFW صارت موجودة عندي هون صار في عندي بالنسبة للسامبا وصار في عندي بالنسبة للSSH اللي اتنين صاروا موجودين وكمان مثل ما اللي شايف أنه عندي ال incoming والoutcoming أخد نفس الإعدادات اللي موجودة بالGUFW هاد بالنسبة للبلازمة كمان إذا بدي ضيف قاعدة جديدة فبيجي لل add rule ممكن أني أعطي اسم ال application اللي بديها لنقول على سبيل المثال أنا ما بدي استخدم التورنت فرح قل له كيوب بالتورنت وبعد رح قل له ignore ورح ضيف قاعدة جديدة رح قل له create كما بعطي كلمة السر وهيك بيكون ضفة القاعدة الجديدة باستخدام الإعدادات اللي موجودة بال KDE بلازمة طيب هلأ لنشوف كيف ممكن أني استخدمه من الترمينال لو اجيت للترمينال ورح قل له مثلا sudo ufw status لنشوف إذا كان مفاعل ولا لا وبعد الستاتوس رح قل له verbose لحتى يعطيني خيارات أكتر هلأ رح شوف أنه بالنسبة للنظام بالنسبة للجدار الناري هو مفاعل شايف بالنسبة لإعدادات اللوغينج أو تسجيل الأخطاء فهي on شايف أنه بالنسبة للإضافات والقواعد اللي ضفتها فكمان هي موجودة المية وسبعة وثلاثين مية وثمانة وثلاثين مية وتسعة وثلاثين والأربعتين خمسة أربعمية وخمسة واربعين هدول الخاصين بالسامبا الـ 22 هو الخاص بال SSH وبالنسبة لل QB التورنت اللي هي الانيوير اللي هي الfrom 681 طبعا هذا الرقم ممكن أني غيره نحن موضوعنا اليوم ما هو التورنت إذا بدي فعل برنامج أو بورت باستخدام الترمينال فرح قل له sudo UFW Allow وبعدين بعطي إما البورت أو البرنامج أو أي شيء بدي ضيفه فرح نرجع لمثال السامبا بحالة السامبا رح يكون اسمها CIFS بحالة UFW فأنا إذا قلت له Allow CIFS فهذا الشيء رح يسمح لي أني فعل السامبا بحالة SSH فبدل Allow رح قل له Limit وبعدين رح قل له SSH هلا إذا كان بدي أمنع أي أي برنامج فبدل Limit أو Allow رح قل له deny مثلا وهيك منكون شفنا كيف ممكن أنك تستخدم الجدار الناري على توزيعات Linux المختلفة إذا كان في عندك توزيع Linux بدون واجهة رسومية أو عندك Window Manager فأنت ممكن أنك تستخدم إما من التيرمينال مباشرة أو باستخدام ال-GUFW إذا كان في عندك KDE بلازمة فبمجرد تثبيت ال-UFW ما في داعي للواجهة الرسومية الثانية لأنه موجود من ضمن الإعدادات إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط زر الإعجاب ومشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم آراءكم وتعليقاتكم تركوا لي إياها بقسم التعليقات بالنسبة للأشخاص غير المشتركين لا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى نكبر مع بعض يوم ورا يوم بالنسبة للناس اللي ما شافت الفيديوهين الماضين اللي عملتهم عن كيفية زيادة الخصوصية بالفايرفوكس والفيديو التاني اللي عملته عن الأب أرمر بلينوكس بأرش لينوكس فأكيد هذول الفيديوهين رح يكونوا موجودين بصندوق الوصف لحتى هيك منكم غطينا كافة مواضيع أو مو كافة قسم لا بأس فيه من مواضيع الأمان والخصوصية بتوسيعات لينوكس المختلفة بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله